ب 314 صوتاً اكتاز اتفاق سقف الديون الأمريكية عقبة مهمة تبعد الولايات المتحدة عن خطر التخلف عن سداد ديونها وتنقذ الاقتصاد العالمي من براثن أزمة طاحنة الاتفاق الذي أنهى الجمود المستمر منذ أشهر يقضي برفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة عامين أي حتى ما بعد الانتخابة الرئاسية في 2024 وكذلك استرداد مليارات الدولارات من الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 التي لم تنفق بعد ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون رغم أن الانفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة وسيزيد أقل من 1% في عام 2025 ووفقاً لبلومبرغ قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن مشروع القانون سيخفض العقز بمقدار تريليون وخمسمائة مليار دولار على مدى عشر سنوات على النقيد من قانون الحد من الديون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب أواخر إبريل الذي كان سيقلل العقز بمقدار أربعة تريليونات وثمانمائة مليار دولار سابق المشرعون عقارب الساعة لتفادي تعثر كارثي قبل الخامس من يونيو ولم يتبقى سوى عرض المشروع عمام مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية للتصويت عليها ومن ثم يوقعه بايدن ليزدل السطار على أزمة أرقة العالم